نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الورشة الثالثة والأخيرة لدورة تدريب مناظر الموجات الفوق الصوتية بالتعاون مع المنظمة الدولية للمناظر وتخريج أول دفعة من الأطباء المدربين على هذه التقنية المتطورة والذي استضافته مستشفى الكبد المصري في الفترة من العشرين من يوليو إلى الثالثة والعشرين من يوليو الجاري يهدف التدريب إلى تعليم مجموعة متخصصة من شباب الأطباء وتثقيف المتدربين المختارين وتزودهم بالأدوات اللازمة ليزبحوا قادة المستقبل في مجال مناظر الموجات الفوق الصوتية يقام البرنامج التدريبي لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط بمستشفى الكبد المصري ويشارك به متدربون من السعودية وقطر والإمارات والعراق وفلسطين والسودان والجزائر بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء من مختلف الجامعات المصرية تعاون مع التحالف الوطني في مستشفى الكبد المصري في الشربين احنا فكرنا في إقامة دور تدريبية لتدريب الأطباء على مناظر متخدمة الموجات الفوق الصوتية في مستشفى الكبد المصري في الشربين تدريب عملي وده كان بالاتفاق والتنظيم مع منظمة عالمية للمنظير من حوالي سنة فاتت منظمة العالمية للمنظير كان ليشرف المشاركة في الدورة التدريبية التي قامتها منظمة عالمية للتنظير وبالتعاون مع مستشفى الكبد المصري في الشربين هذه الدورة مكونة من ثلاث كورسات كل كورس امتد على مدى أربعة أيام شاركنا خلالها وحضرنا العديد من الحالات التنظير بالسونار الناظوري وأجرينا بعض التداخلات العلاجية سعدت جدا بالتحاقي بهذا البرنامج الدورة التكوينية بالنسبة للإيواز على مستوى وايز والتحاقي هنا بهذه الدورة فكان مستوى أكثر من رائع معنا شبيه بالأكبر المراكز العالمية من ناحية الدورة من ناحية التدريب والحالات التي كنا شفناها خلال هذا البرنامج التعليمي لأول مرة تم إنشاء مثل هذا النوعية من التدريب المتبنى بالمعايير الدولية حيث على مضي تقريبا ثمانية شهور عبر ثلاث برك شوب ورش عمل دورة تكوينية تحت إشراف World Onoscopy Organization دورة تكوينية قيمة جدا يعني مرت على ثلاث مراحل مرحلة الأولى في ديسمبر 2022 بعدين في فبراري 2023 ومن بعد الآن في جولاي 2023 استفدنا منها كثيرا شاركت في تدريب العملي لتدريب على الألترا ساوند عن طريق المناظير في مستشفى الكبد في شربين في جمهورية مصر العربية التجربة كانت ناجحة ومفيدة جدا ومنظمة جدا